السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بنتكلم على البرنت الان اي برنامج يتم كتابته باي لغة كانت فيه شغلتين اساسيتين تلاقيهم في اغلب البرامج اللي هي الانبوت الادخال والاوتووت اللي هي العرضة يعني لازم تشوف شي او تدخل شي الان موضوع من الشغلات اللي هي تبع العرض الشيه يعني فانكشن تسمىه برنت هي بلت ان فانكشن يعني فانكشن جائزة فانا ممكن اكتب هنا كده برنت اكتب برنت طبعا اسمول كلها لانها كيه سنستيب لو غيرت بس حرف واحد من البرنت هذي خلاص البرنامج ما يشتغل وافتح مثلا اقول له اطبع لي لاب واقفل هاكده طبعا مرة تانية الكوتيشنز انا ممكن اعملهم هاكده فبيطبع لي لاب انا ممكن اعمل الكوتيشنز كيف سنجل يعني بايثن مثلا بيات الشكل كمان يطبع لي طبيعي قلنا لو عملنا واحدة سنجل والتانية دابل كوتيشن يعمل ارور الان لو كتبت هاكده برنت وفتحت على سبيل المثال ولما احب اطبع احب اطبع مثلا خلينا نقول القيمة وفيها دابل كوتيشن يعني انا بفتح هاكده وبرخ اكتب سي مثلا لانجوج مثلا او خلينا نقول اه فرست مثلا لاب واحب احط هاكده ما بين قوسين بهذا الشكل واقفل هي بتطبيع لي مع الكوتيشن لكن اذا واحد عمل هاكده برنت وفتح وعمل دابل كوتيشن وبعدها اعمل فرست بهذا الشكل لاب وحط هنا دابل كوتيشن تانية هنا تحصل مشكله وعمل هاكده وقفل هو فعليا ايش اللي يسويه يعتبر انه هادي الكوتيشن الاولى هي بداية الشي اللي بطبعه وهادي الكوتيشن التانية هي نهاية الشي اللي بطبعه يعني هذا اللي ما بعد الكوتيشن هادا قوله كلام فاضل اللي نكتب فبعمل ارور قولي هادا سنتاكس ارور ما في مشكله بهذا المكان طب انا كيف احل هادا في اكتر من طريقة لحل هادا الشي في استخدام الاسكيب بكاركترز وهذا بنتكلم عليه في فيديو الحال وفي طريقة تانية اللي هي انت عملت داخل دابل كوتيشن اعمل خارج في الاطراف في سنجل بهذا الشكل برنت وافتح عمل هنا سنجل كوتيشن عشان هو خلاص بيبدأ بسنجل فبيستنى تاني سنجل كوتيشن عشان يقفل فاكتب فرست لاب واحط اش دابل كوتيشن بهذا الشكل عادي امور طبيعي للان طبيعي واروح اقفل بعدين بسنجل هكذا هو الان هو الوحدة سنجل فبيدور تاني وحدة سنجل ال دابل هادا اللي في النص لن يعيرها اهتمام في طريقة تانية قلنا اللي هي استخدام بس هذه بناخده يعني بفيديو لوحده هذه الطريقة طيب انا ممكن اعمل متغير واطبعه يعني اروح اقول له اكس يساوي لي اثنين واقول له هنا برينت لمين لقيمة الاكس لما اكتب له هكذا خلاص انت تطبع قيمة الاكس اللي هي كم اثنين بيطبع يعني في شغلة بس واحدين تبهينه لو انا كتبت برينت وفتحت وعملت له هكذا الاكس داخل القواس وهنا بيطبع حرف الاكس مش القيمة تبع الاكس انت حابب تطبع قيمة شي اكتب اسم المتغير من دون يعني انت هنا الان حابب تطبع قيمة الاثنين فاكتب اسم المتغير من دون اكتب له اكس اسم المتغير اكس اطبع لي اكس تمام اه حابب تطبع اه الكاركتر اكس لازم تحطه بين قوتيشنز هذا بالنسبة للبرينت في شغلة من ضمن الشغلات اللي هيو الناس ممكن تعمل فيها اخطاء او يحصل فيها اخطاء في البرينت انه يعمل space بالاول يعني يروح يكتب برينت ويحط مثلا يقول له يطبع لي مثلا قيمة اه انا ممكن اعمل هكده الفكرة هو يطبع الان مش الرقم اثنين هو يطبع الشكل اثنين ياخده كحرف اثنين مش كرقم اثنين وعمل هنا انتر يقول لي ارور ليش لان انت عامل مسافة المسافة هذي مشكلة الان لا انت متعملش مسافة انت تكتب على طول هكده بمجرد ما تكتب هكده خلاص الامور طبيعي لكن تتعمل مسافة كي تعمل لانا مشكلة وقت الكتابه يعني اللغة البيثون من اللغات اللي لا تهتم كثير بالاقواس لكن المسافات عندها يعني مهمة لانه هي تعوض هاد الشي فالالام البرنت بهذا الشكل تتعمل يعني تتعمل غير كده هي كيس سنسة تبحك هنا يعني انا لو كتبت مثلا برنت مثلا الار كابيتل وبعد انكملت عادي طبيعي وروحت فتحت وقلت له اطبع لي تست مثلا بيعته الشكل يروح يقول لي ارو ما فيش هذا الكلام برنت هذي مش موجودة اطبع البرنت بالطريقة اللي متعارف عليها هذا بالنسبة للبرنت فالبرنت كل وظيفته انه الشي اللي موجود ما بين اقواسها هي اللي تقوم بعرضه قد تقوم بعرض خلينا نقول كتابه نصية مثل اللي كتبناههم اعمل حسابي انه اذا بدأت بـ Single انتهي بـ Single اذا في كان دبل في النص هذا حل حليناه انه اذا كان دبل بالنص اعمل بالاطراف Single طيب وذا كان في النص Single اعمل بالاطراف ايش دبل العكس يعني اذا كانت هذه بالعكس هنا كانت دبل بهذا المكان اخلي اللي في النص هنا مالها Single يعني حتى عشان ما تحصلش مشكله وفي حالتان اللي هو الاسكوب سيكونس هذا اللي بناخده لوحده ممكن احط داخل البرينت اسم متغير مثل اكس عملنا له برينت اكس فاعطه الفاليو تبع اكس ممكن احط اكسبريشن برينت بهذا شكل ايش اقول له حبت ال اكس زائدا انا احب انك تطبع لها دول يروح يطبع بشكل اعتيادي طبيعية بهذا الشكل انا ممكن طيب لو كتبتها كده وحطيت له اربعة كده مباشرة وقلت له اطبع لي اطبع لي اربعة طبيعي بس اربعة كايش كفاليو كرقم كعدد يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة اربعة لكن لو حطيته داخل كوتيشنز خلاص انت الغيت موضوع انه يطبعه كرقمه ويطبعه كشكل هو شكله اربعة بس مش كفاليو هذا بالنسبة للبرند هي built in function حتى تعملي output للشغلات اللي احب اقوم بطبيعته ترجمة نانسي قنقر